قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو يانس سولتنبرغ أن الحلف لا يرى حالياً حاجة لبراجعة عقيدته النووية وأضاف أنه لا يوجد تهديد مباشر في الوقت الراهن للحلف وأن عملية استبدال المقاتلات الأمريكية المستخدمة للردع النووي من F-16 إلى F-35 مستمرة وسط الاتهامات المتبادلة بين منسك وكييف أعلن المتحدث باسم الكراملين ديمتري بيسكوف أن بلاده تشعر بالقلق من التقارير التي تتحدث عن حجد أوكرانيا قواتها عند حدود بلاروس بدورها أعلنت الرئاسة البلاروسية أن لدى منسك ردا على أي سيناريو للاستفزازات من أوكرانيا وفي المقابل قالت كييف أن تلك التقارير تأتي في إطار حرب إعلامية من منسك بدعم من موسكو لكن المتحدث باسم حرس الحدود الأوكرانية أشار إلى أن بلاده تعمل على تعزيز الحدود مع بلاروس سواء من حيث الهندسة أو من حيث عدد القوات المتمركزة هناك تواصل بلاروس تعزيز مجالات التعاون مع روسيا وخصوصا فيما يخص الدفاع منذ بداية الحرب في أوكرانيا في فبراير 2022 حيث أتاحت حدودها لدخول الجنود الروس وتسهيل وصولهم إلى أوكرانيا ويعتمد قطاع الدفاع البيلاروسي بشكل شبه كامل على العقود المبرمة مع موسكو مما يفسر التعاون الدفاعي طويل الأمد بين البلدين وغير المتأثر بطهود خارجية ويعمل البلدان كذلك على تحقيق التكامل بينهما في دولة الاتحاد والبعروفة أيضا بالدولة الاتحادية لروسيا وبيلاروس والذي من شأنه تعزيز التمركز العسكري الروسي في بيلاروس وتحسين التنسيق لاستجابة أكثر فعالية لأي تهديد تطرحه دور الجوار أو حلف شمال الأطلسي العام الماضي ناقلت روسيا بعض أسلحتها النووية التكتيكية إلى بيلاروس بما في ذلك القنابل الجوية والرؤوس الحربية للصواريخ قصيرة المدى وذخائر المدفعية المخصصة للاستخدام في ساحة المعركة ويقيم الطرفان كذلك مناورات مشتركة لتدريب على نشر الأسلحة النووية التكتيكية لمواجهة ما يصفها بالتهديد من الغرب وتجري هذه المناورات في كل مرة على أراضي بيلاروس جاية المتحدة حجم قوتها عالميا سواء على صعيد الاقتصادي كونها الأولى عالميا أو مكانتها الدفاعية التي تعلم أنها سبيل لتبقى على رأس العالم تحقيق ذلك يعني انتشارا عسكريا وقوات في كل مكان قالت إحصاءات أمريكية نشرتها الجامعة الأمريكية في واشنطن إن هناك أكثر من 750 قاعدة عسكرية أمريكية تتمركز في نحو 80 دولة حول العالم ينتشر فيها 228 ألف جندي وأكثر ومع ذلك يذهب التركيز حاليا إلى أوروبا التي تمتلك فيها الولايات المتحدة أكثر من 200 قاعدة عسكرية ينتشر فيها قرابة 100 ألف جندي أمريكي وفق أحدث الأرقام أما القيادة الأمريكية الأوروبية فمقرها في شتوتغارت بألمانيا ألمانيا تضم أكبر عدد من القواعد الأمريكية في أوروبا حيث تنتشر فيها 119 قاعدة عسكرية هذه القواعد يتمركز فيها نحو 35 ألف و188 جندي أمريكي أما أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في القارة الأوروبية فأيضا في ألمانيا وهي قاعدة رامشتاين تحل إيطاليا بعد ألمانيا ثانية من حيث عدد القوات الأمريكية التي تبلغ 44 قاعدة عسكرية تضم 12 ألف جندي وأربعمائة وخمسة المملكة المتحدة من ناحية توزيع القواعد الأمريكية في القارة الأوروبية تأتي ثالثا بعدد قواعد يبلغ 25 قاعدة فيما يبلغ عدد القوات الأمريكية المنتشرة في هذه القواعد 9,949 جندي أمريكي أما إسبانيا فتمتلك فقط أربع قواعد عسكرية أمريكية في هذه القواعد ينتشر أكثر من 3,200 جندي أمريكي وإضافة إلى كل ذلك تنتشر باقي القوات الأمريكية في عدد من دول أوروبا بما في ذلك بلجيكا والنورويج مع الأخذ في الاعتبار أن الحرب الروسية على أوكرانيا دفعت واشنطن إلى تعزيز وجودها ونشر قوات إضافية بلغت نحو 20 ألف جندي في القارة وخاصة دول شرق أوروبا حيث دفعت واشنطن بنحو 7,500 جندي إلى رومانيا لتعزيز خط التماسي الغربي لأوكرانيا فيما دفعت بعشرة آلاف جندي آخر إلى بولندا لتأمين حدود الناتو لعدة أشهر طالت شكاوى المسؤولين العسكريين الأوكرانيين من شلل سياسي في الكونغرس الأمريكي فزخم حرب روسيا خفض كمية ذخائر كييف مضطر القوات الأوكرانية المتمركزة على الخطوط الأمانية إلى تقنين استخدام القذائف وأضعف الروح المعنوية للجيش ولكن الولايات المتحدة تتأهب لإنقاذ أوكرانيا من دوامة ورطة تعيشها منذ أكثر من عامين لتبدأ بتضفق حزمة مساعدات عسكرية عقب توقفها لفترة طويلة حزمة تسلق طريقها من مخزون البنتاجون في ألمانيا عن طريق السكك الحديدية باتجاه الحدود الأوكرانية منذ ما قبل انطلاق العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا بستة أشهر أرسل القادة العسكريون إلى كييف خمسة وخمسين حزمة من الأسلحة تسمى أجهزة المساعد الرقمي الشخصي احتوت هذه الحزمة من المساعدات مجموعة من المركبات والذاخيرة والطائرات المسيرة بقيمة ستة وعشرين مليار وثلاثمائة مليون دولار وحتى الثاني عشر من مارس العام الجاري شملت حزمة المساعدات صواريخ ستنجر المضادة للطائرات وصواريخ موجهة لمركبات الإطلاق من طرازه مارس وصواريخ صغيرة مضادة للدبابات وذاخيرة مدفعية عيار مئة وخمسة وخمسين ملي مترا تتضمن قذائف عنقودية كما وافقت الإدارة الأمريكية على تقديم عدد صغير من الصواريخ الموجهة التي تطلق من الأرض إلى أطول مدى التي استخدمتها القوات الأوكرانية في أكتوبر الماضي لضرب قاعدتين جويتين في الأراضي التي تحتلها روسيا وقالت قوات العمليات الخاصة الأوكرانية إن الهجوم ألحق أدراراً بالمدارج ودمر تسع طائرات هليكوبتر روسية من بين أهداف أخرى المسؤولون الأمريكيون وعادوا كييف أيضاً بتوفير أنظمة TATA-CMS إضافية بمجرد تزويدها بصواريخ بريسيجن سترايك مع العلم أن متحدثاً باسم شركة لوكهيد مارتن وهي الشركة المصنعة للصواريخ قال إن المؤسسة سلمت أول أربعة صواريخ بريسيجن سترايك للجيش الأمريكي العام الماضي سلاح مدمر تقتنيه تسع دول فقط هي روسيا والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وكوريا الشمالية والصين وباكستان والهند وإسرائيل منذ استخدام القنابل النووية للمرة الأولى في نهاية الحرب العالمية الثانية حددت معاهدة منع انتشار أسلحة الدمار الشامل الدول المسموحة لها باقتناء هذه الترسانة تتقاسم الدول النووية 13500 رأس إذ تمتلك موسكو وواشتون وحدهما 90% من الترسانة النووية في أوائل الستينات طورت واشتون بروتوكولا يركز على حصر سلطة اتخاذ قرار استخدام الأسلحة النووية بالرئيس وعدم استخدامه ضد الدول غير الحائزة له عقيدة روسيا النووية تستند على مبدأ الردع ولكن عام 2020 وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وثيقة حددت استخدام النووي عند إطلاق صواريخ باليستي ضد البلاد واستخدام الخصم السلاح النووي ومهاجمة موقع النووي الروسي أو تهديد وجود الدولة على عكس روسيا والولايات المتحدة تعتقد الصين أن الأسلحة النووية ذات فائدة معينة وحددت بروتوكولا ينص على ردع الأعداء عن شن حرب النووية وتقييد نطاق العمليات العسكرية ومنع انتقال الصراع إلى المستوى النووي ولم تتغير المبادئ الرئيسة للسياسة النووية البريطانية منذ أن حددتها المملكة عام 2006 وتتلخص في أن هذه القوة ليست مصممة للقتال بل لمنع هجوم النووي ومنذ أن أصبحت القوة النووية الرابعة بعد الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا أصرت فرنسا على استقلالية قرارها النووي ولم تضع قواتها تحت تصرف الناتو وأكدت القدرة على استخدامها لمواجهة الخصوم في يناير عام 2003 أصدرت الهند عقيدة رسمية تنص على أن القيادة السياسية المدنية تتخذ قرار استخدام النووي للرد على أي هجمات تستخدم أسلحة كيموية وبيولوجية الجارة باكستان تهدف عقيدتها لردع أي عدوان هندي نووي محتمل ومنع انتصار نيوداله في حال نشوب حرب ورغم عدم إفصاح قيادة كوريا الشمالية عن عقيدتها النووية فإن من دوبها في الأمم المتحدة أعلن عام 2016 أن استخدام سلاح الدمار الشامل يتم إذا تعرضت سيادتها للتهديد أما خيارات استخدام إسرائيل للنووي فتبقى محدودة بحكم الموقع الجغرافي المجاور لخصومها في الشرق الأوسط